مساء الخير وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحكاية حضرتكم طبعا عارفين اللي حصله والمطش وإنه الحكم أنهاء المباراة اتحد الكرة من ربع ساعة طلع بيان إنه نأسف لهذا المشهد وستطبق اللائحة علما بأنه تم تنصيخ مع الأمن وقد تبيننا لنا أنه لا توجد أي عوائق تحول دون وصول حافلتين الفريقين إلى ملعب المباراة اتحد الكرة بيقول إنه هنطبق اللائحة وإحنا أمبارح كم معنا رئيس اتحد الكرة أو رئيس اللجنة الخماسية التي تدير الكرة في مصر قال أمبارح إنه يعني يعتبر الزمالك مغلوب 2-0 وإنه يتخصم منه 3 نواط و6 نواط في نهاية الموسم طيب ده كان الماتشو إحنا شفناه الأهل يوصل حكام وصله نزلوا الملعب الدنيا بتمطر سخنوا الراجل صفر بداية المباراة استنى تلت ساعة أو أكتر حتى من تلت ساعة أعلن نهاية المباراة لعبت الأهل وقفت احتفلت خرجت مشيت حافلت نادي الزمالك شفناها وشفناها وهي راجعة وهو الأخر وكل هذي الأشياء ببساطة شديدة المشهد يكسف المشهد يسيء للكرة المصرية المشهد محدش مفسوط منه يعني مفيش حد في مصر تلاقيه بيدافع عن اللي حصل ده النهار يعني محدش هيجي يقول يا جماعة لا أصل وكذا أصل يعني مفيش حجاج النهار شيء سيء شكلنا وحش واسبكوا من حكاية قدام العالم وبرة لأنه انت بترصل لمرحلة حتى أن برة مش هيبصلك لأنه يعني اللي انت بتعمله ده لا يليق أنه يبان برة يعني أنه حد يتابع دولة بيجرى فيها الكلام ده فيعني مفيش حتى برة إنما جوه الناس كلها متضايقة الناس كلها مش مبسوطة ولقاء قمة طيب انت انسحبت خلاص مجيش عادي مش جاي تعيني أنا منسحب مش جاي مش لاعب عندك مبررات عندك بطولة أفريقيا عندك فرق قوية مش عايز تروع معترض منسحب إنما إيه لازمة المصرحية اللي اتعملت دي كلها خلينا أقول لحضراتكم جملة وأنا قليل لما أستخدم يعني كلمة عاملة كده جملة فاصلة فاصلة تبيس بتاع نادي الزمالك وتبيس النادي الأهلي أيضا تقليديا مش بس النهاردة عندما يخرجان من المكان اللي بيبقى فيه اللعيبة سواء كان معسكر في نادي أو في فندق بيطلع معا الأمن دي حقيقة عارفينها بقالنا خمسين سنة وعارفين النهاردة بالتحديد علشان المطر واو الأخرو إن الأوتوبيسات طلعوا معاها أمن سؤال بسيط الأمن اللي كان ماشي قدام عربية الزمالك عربية الزمالك عملت إيه؟ أنا ما بسألش أكتر من كده أنا مش راضي بحكم حد أنا بتكلم على الأمن المصري جهة رسمية مصرية ماذا فعل أوتوبيس الزمالك؟ هل بالفعل أوتوبيس الزمالك بعد ما طلع من نادي بشوية رحواقف ونزلوا اشتروا مية؟ هل بالفعل أوتوبيس الزمالك بعد شوية نزلوا اللعيبة من الأوتوبيس ودخلوا جامع ليقضوا حاجاتهم ويصلوا العشاء؟ هل صحيح إن بعد شوية وقفوا الأوتوبيس ونزلوا اللعيبة وفتحوا الكبوت بتاع العربية من وراء ووقفوا جنبه؟ هل صحيح إن اللعيبة والأوتوبيس رح نازل رمسيس بدل ما يكمل فيه الكبر اكتوبر؟ المسؤول الأول قدام المصريين كلهم هو الأمن المصري مش مسؤول إن هو وصل أو ما وصلش مسؤول إن هو يقول لنا الحقيقة كيف صار أوتوبيس الزمالك؟ هو ده الكلام على فكرة أنا ما عندش مشكلة إنه كنا ننسحه خلال يعني أنا ده قرار ومجلس إدارة وشايف إنه ما يلعبش وما يروحش وفيه الترجي والدوري مش مقوط دوري رايح رايح والنهاردة الأهلي خلاص فاز بالدوري المصري انتهينا يعني واستحق منظر الأهلي في الأستاذ محترم لعيبة محترمين إدارة محترمة بتحترم رياضة بتحترم دوري بتحترم جمهور إنما اللي حصل ده أنا بسأل بس سؤال هل صحيح إنه الأوتوبيس ده ما كانش رايح؟ طب الأوتوبيس اللي قعد أربع ساعات يوصل رجع إزاي النادي في نص ساعة نحن نعلم أن الأوتوبيسات ديت طب ما هو نفس الأمر كان على النادي الأهلي نفس الأمر كان على حكام المباراة نفس الأمر كان على الإداريين نفس الأمر على كل شيء مش معنى أوتوبيس الزمالك؟ أنا بطلب بشكل واضح من الأمن المصري أن يفصح عن هذا الأمر هل صار الأوتوبيس بما يرضي الله؟ هل فعلاً الأوتوبيس تعرض لظرف قهري؟ وبعدين عايزين نقول حاجة أنت من الأول عارف الدنيا بتمت ومن الأول عارف أنه فيه مشاكل ومن الأول عارف أنه فيه كذا إيه هو الظرف القهري اللي أنت تعرض طوله أنا بقولي الكلام ده وأنا زمالكاوي أنا بقولي الكلام ده وأنا زمالكاوي بس حقيقي بجد حقيقي بجد تقلمت من المشهد تقلمت من الشكل تقلمت من الطريقة تقلمت من الحكاية ان احنا نوصل لهذا المستوى لهذا المستوى خلاص مش جاي انت هنا الناس كلها تمعارفة ان الزمال كلاني يعطي اليوم وعايز اصحان سؤال لعيبة الشباب الصغيرين دول اللي عادين جوه الاوتوبيز ده انت بتعلمهم ايه الشباب ده بتعلموا ايه بتقولوا احنا بنعمل ايه ايه الغرض ايه الهدف عايز تنسحب انسحب عايز ما تروحش الماتش ما تروحش الماتش حاسس انه الماتش مش مهم حاسس ان انت مرق مش عايز انتصاراتك اللي عملتها الاسبوع اللي فيها التبوزن مليون سبب افهمهم واتفهمهم شوف قد ايه بقى انما المسرحية دي والشكل ده لازم حد بقى يتحاسب عليها جماعة انا ما بتكلمش لا على بلاغ للسيد النائب العام ولا على مش عارف ايه ولا كلام من ده الحساب الجماهيري الحساب بتاع الحقيقة الحقيقة بان ويتعرف اين بيتعمل وكل واحد يبانى على حياته ساعات الصراحة والحقيقة تبقى اقوى من اي قانون تبقى اقوى من اي سجن تبقى اقوى من اي حاجة فانا بس باسأل وانا متأكد انا متأكد زي ما انا يعني حتى بياني للتحاد انا مش جابي كامل عندي ان هذا الاوتوبيس كان مرافق له الامن المصري والامن المصري مش مرافق يعني كان مثلا انه راكب مدسك لا بيبقى في قوة وتأمين وكل شيء وإلا يبقى احنا بنهضر يعني انه اوتوبيس نادي الزمالج كان ماشي في شوارع القاهرة بلا تأمين وهذا امر لم يحدث ولن يحدث والدخلية المصرية عمرها ما عملت كده عمرها التأمين بتاعنا احسن تأمين في الدنيا فالسؤال ببساط هل الناس دي فعلا نزلوا جابوا مية هل الناس دي فعلا ويفوا عند جامع عشان عايزين يعملوا بي بي هل الناس دي فعلا نزلوا من فتحة كوبري اكتوبر ونزلوا علشان يمشوا في شارع قطق لو ده حصل يبقى يجب ان تظهر الحقيقة وإلا وإلا يبقى الامن المصري هو المسؤول يبقى الامن المصري هو المسؤول الامن المصري قصر في تيسير رحلة اوتوبيس الزمالج للوصول الستات ما هو حاجة من اتنين وأنا شخصيا لا أظن لم تحدث لم تحدث لأنه الامن وصل الحكم والحكام أهو وصلوا متأخ بس وصلهم بأمن وامان الأهل يوصلوا الستات بأمن وامان نفس الشرطة نفس الجهاز نفس الوزارة اش معنى اوتوبيس الزمالج طب اوتوبيس الزمالج طلع الساعة كام كل ده أنا بتكلم على أشياء رسمية أنا لا أتحدث عن حاجة مثلا أصد فيه شركة حراسة خاصة أصد فيه لا 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 أنا أتحدث عن الأمن مصري وأنا أصدق في الأمن مصري اللي هو حيقوله حسدقه حقول لي والله يا عمر احنا ما عرفتناش نوصله والطريق كان صعب والدنيا وقفة شكرا حضرتك ده كلامك ده لا يا عمر ده هم وقفوا كذا مرة وتعمدوا التأخير لأنه لو ده حصل أنا لا أطالب بقى لا بعقاب ولا لجنة التظلمات ولا لجنة القيم أنا أطالب بالحقيقة ودي حمد ديش حد وعلى فكرة برجع تاني أقول له حضرتكم لم يكن عندي أي مشكلة في أنه الزمالك ينسحب أو الزمالك مايلعبش فاهم أما المطر أنت بالنسبة لك الدوري رايح أنت بالنسبة لك المهم بطولة أفريقيا أنت بالنسبة لك مش عايز اللعبة تكسر أنت كل شيء وعلى فكرة من قبل من قبل كان النادي الأهلي في سنة من السنين في عهد الكابتن جوري نزل لعب الناشئين بس كان راح الأستاد ونزل الأستاد ولعب في الأستاد وكيسي بالزمالك ثلاثة اتنين مباراة لأن ننساها ناشئين النادي الأهلي بقيادة الجهري معروف الحكاية فأنت كان ممكن النهاردة والله أنا عايز أدي فرصة للناشئين بتوعي يتدربوا كويس يبتاع أنت مقرر حكاية دي من مبارح فريقك الصغير ييجي لو تغلبت بحدش كان حيقول حاجة رغم أنه ميدوا النهاردة ما كتب قال أنا نفسي الشباب دول ما يوصلوش يعني كان خايف عليهم من البهدلة ممكن كان يبقى سكور عالي فالعيبة دي تتهزم هزيمة كبيرة هي مش مسؤولة عنها عنده حق ميدوا لما كان يقول الكلام دي أنا مش بحمل حد المسؤولية أنا بقول بس يا جماعة يعني صعب بقى كمان موسيقى